ننتقل إلى واشنطن بوست الصين ليست بحاجة لتيك توك للحصول على أسرار أمريكا وحظره غير مفيد يقول ويل أوريوموس الكاتب في صحيفة واشنطن بوست إنه لا يوجد دليل قاطع على استخدام تطبيق تيك توك الصيني في وصول بكين إلى البيانات الشخصية للمسؤولين الأمريكيين كما أن إدارة التطبيق اتخذت خطوات غير عادية للحد من تعرض بيانات الأمريكيين للسرقة وأوضح أوريوموس المتخصص في الكتابة عن الأفكار والمنتجات وصراعات القوى التي تشكل العالم الرقمي في مقال له بالصحيفة أنه لم يعرف أعضاء الكونجرس الذين عقدوا جلسات عديدة لمناقشة الخطر المزعوم لتيك توك على بيانات المسؤولين الأمريكيين هو أن أسرار الدولة كانت تتسرب لأشهر على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى عبر التطبيقات المملوكة من الأصل للولايات المتحدة الأمريكية وستبقى لأيام في العرض العام لتطبيق تويتر حيث سخر مالك تويتر لون ماسك من فكرة أنه يجب إزالتها وقال إن تسريب ونشر المسندات السرية الأخيرة للبينتاجون تؤكد أنه من الصعب التحكم في الإنترنت ترجمة نانسي قنقر